لما بنقعد مع زميلنا وأصدقائنا دكاترة النساء والتوليد وعود أسمع منهم مراحل تكوين الجنين واسمع منهم قد إيه الطفل وهو بيتكون بيسحب من جسم أمه كل الأملاح المعدنية زي الكالسيا والبوتاسيا والسوديوم والحاجات دي بعود أفهم يعني آيات القرآن لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الحمل وهن على وهن ربنا بيقول كده في القرآن يعني ضعف على ضعف يعني الأم بتتحمل الأطفال حتى وهو لسه بيتكون فهمين الفكرة دي حاجة غريبة جدا وبعدين تلاقي مثلا يقولك إيه إن الأم بتدي كالسيوم للطفل اللي بيتكون في بطنها في الجنين طب هو الكالسيوم دي جاي من إيه جاي من عضمها هي إذن هي بالضحي حتى بتكوين جسمها لطفلها أثناء تكوينه قبل ما تشوفه أصلا إذن دي حاجة تستحق التقدير دي حاجة تستحق إن إحنا نقول لها شكرا دي حاجة تستحق إن إحنا نخصص لها حلقة علشان نقول لها شكرا من خلال هذا المنبر الإعلامي في حقيقة الأمر أنا ذكرت بس مثال واحد فكرة إن الطفل بياخد الكالسيوم من أمه والحقيقة مش بياخد الكالسيوم وبس هو الطفل ده بيتكون لحم ودم وعضم كل ده جاي من إين؟ كل ده جاي من التغذية بتاعت جسم الأم علشان كده ده كترت النساء قاعد بقى يعني أسمعهم هم بيقول لك إن إحنا بنيديها فوليك أسد إحنا بنيديها كالسيوم إن إحنا بنيديها مش عارف إيه أقصد أقول كل الحاجات اللي هم بيدهلها أثناء الحمل دي كلها ما هي إلا مواد بتأخذ عن طريق الأم عشان خطر الجنين يعني هي نفسها مش هتستفيد منها هي نفسها ما بتاخدش منها حاجة ده كله عشان تكوين الجنين تخيله كائن بالجمال ده يعني قدرته على التحمل عاملة إزاي وبعدين في حاجة تانية غريبة برضو يقول لك إيه؟ الحاجات الغريبة برضو عندنا في الكتب يقول لك إن الألم بتاع الولادة يساوي 300 ضربة سيف يعني أقصد أقول الألم بتاع الولادة ده ألم شديد جدا إحنا بنعتبره تاني أصعب أنواع الألم بعد الحرق يعني أشد الألم هو ألم الحرق ما بعد الحرق على طول هو ألم الولادة وتشوف بقى الفطرة الغريبة يعني أقصد أقول إن الأم دي بتتعب جامد جدا وبتبقى يعني يعني بتموت أثناء الولادة وألم شديد جدا زي ما وصفته لحضراتكم ورغم كده تقوم تلاقي إن السيدة بتحمل مرة وبعدين تحمل تاني وبعدين تحمل تالي ودي علامة استفهام أنا بصراحة لحد النهاردة أنا مش قادر أفهمها يعني دي علامة استفهام غريبة جدا يعني إحنا مثلا لو حد فينا جاله مغس أو حاجة لأنه كان مثلا من الحتة الفلانية مثلا خلاص هو مش هيروح يأكل بالحتة الفلانية تاني ليه؟ عشان الوجع اللي جاله تخيال ده بقى وجع رهيب ويكرر مرة واثنين وثلاثة فأصد أقول دي فطرة غريبة جدا ما هذا الكائن الجميل وما هذه القدرة على التحمل سواء الطفل كان لسه جنين وبيتكون أو بعد ما الطفل بينزل كمان ويبقى موجود معانا على الأرض قدرة التحمل عليه بتبقى أصعب كتير طيب أنا هقول لحضراتكو حتى مثال عشان أعرفكو قد إيه المرأة دي كائن جميل في مرة من المرات كان ليا صديق طبيب نيسا يعني كان عامل عملية قيصرية لأحد السيدات وبعدين الطفلة نزلت عندها مشكلة فتحطت في الحضانة طبعا ما بتفرج في المستشفى على المنظر ده ففجيت بحية غريبة جدا المفروض أن السيدة التي تلد عن طريق فتح البطن أو القيصرية بتبقى قدرتها على الحركة عملية فتحة بطن يعني فهي عاملة عملية فلما عرفت أن البنت بتاعتها في الحضانة فقامت نزلت من السرير بتاعها ومن القضاء بتاعتها ومشت لحد الحضانة وراحت قعدت على باب الحضانة عشان تطمن على البنت ايه كمية المشاعر والأحسيس دي اللي انت لا يمكن تلاقيها اللي عند ستة زي دي صعب انك تلاقي كمية المشاعر دي عند حدا لا كده من النوعية دي اقصد اقول ان ربنا سبحانه وتعالى خلق السيدة او خلق المرأة بشكل وتكوين غريب يخلي له القدرة على تحمل حتى عملية القيصرية او فتح البطن عشان تروح تطمن على بنتها اللي هي موجودة عندها في الحضانة او في مكان تاني يعني في الحضانة اقصد اقول ان مش خسارة ابدا ان احنا النهاردة نعمل حلقة عشان نقول للسيدة شكرا جزيلا على كل ما تتحملين النهاردة لو تتخيلوا مثلا او احنا جينا نتكلم عن الام الولادة مثلا او الام الحمل سوريا الام الحمل المفروض يعني معلومة طبية كده احب الناس تعرفها المفروض ان الرحم ده بيبقى موجود في الحوض لما الرحم ده توجد فيه الجنين بيبتدي يكبر طيب هو الرحم ده لما يكبر بيعمل ايه بيضغط على المسانة البولية بيضغط على المستقيم اللي هو اخر حتة في الجهاز الهضمي بيضغط على الحالب بيضغط على الكليا بيضغط على الامعاء ايه كمية الضغط ده كله ايه كمية الالم دي كلها ايه كمية التحمل ايه كمية الحنان والمشاعر اللي بتبقى عند الانسة في هذه المرحلة كي تتحمل كل هذه الالم ضيف على كده انك بتتكلم عن تعب وقلم اثناء الحمل طيب واثناء الولادة طب وما بعد الولادة ما بعد الولادة دي قصة تانية بقى خالص يعني الطفل اللي بيكبر دوت محتاج شخص من نوع خاص عشان يعرف يعلمه ويفهمه ويربيه ويديله كل الحاجات اللي هو محتاج يبقى عنده مقاوماتها عشان يبقى بني ادم عشان كده انا قلتلكم في اول الحلقة ان لو السيدة صلحت صلحت الاسرة كلها اذا احنا عندنا فكرة المقولة الشهيرة اللي بتقول ان المرأة نصف المجتمع سوري انا مش مع المقولة دي خالص بالعكس هي ثلاث تربع المجتمع اشتركوا في القناة